المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله اتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما العادة اتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الصحة ان شاء الله بونجورة توس و بونسوار جزباكم في ذلك انا اتمنى هذا الفيديو فهذا الفيديو اللي هو جد مهم مهم علاش لانه بغيري ورلكم كيفاش غالي تمشي ان شاء الله حيث كتوصلوا من السات حتى توصلوا الميناء لانه اخذكم تعرفوا هذا القناة اول مرة حيتي بديتها بديتها كان دوي على البطوات و دي الاسات لانه كنت نشوف الكثير من الناس و لم يعرفوا طريقه و تلقاهم في الوسط المدينة او في دي جهة اخرى دي الاسات و يقلبوا على الميناء ولهذا النهار عقلت بديت في هذا الموضوع و دابا عارف باننا انا راحنا على ابواب لبيغاسو مرحبا و اتحال الناس سيصفروا عبر الميناء دي الاسات ان شاء الله باش يمشيوا المغرب سواء النظور او التنجع ولهذا ان شاء الله بغيري نقوم بديكم في هذا الفيديو كيف يدخلوا من الاسات حتى توصلوا للميناء باش ما تغلطوش و هذا الفيديو مهم مهم ستبرتجه و يعني وتعطيه الناس اقرب لديكم اللي عارفين بان سيصفروا ان شاء الله من قريب جهة او في هذا الميناء سواء اولادكم والا والديكم اللي هما كبار كبار السن بعد المرات ما يعرفوش هذا كشي لها جي بياس و كده ولهذا مل احسنày ابقى عندكم هذا الفيديو و تشاهدو و chinese في هذا الفيديو ان شاء الله على dio اتنين هانتم ما تشوفوا اراجعين من اليوم بالليل لحد باش غضى ان شاء الله يلقاوا البطو اللي غدي بيهم للطنجة بإذن الله ولهذا كما أبقلكم غدي تشوفوا معي في هذا الفيديو الطريق باش توصلوا حتى الميناء ان شاء الله ولكن نطلب منكم راكم عارفين ان شاء الله غضى نهار الاثنين غدي ندي لكم فيديو خيتيكم البطو ونورد لكم شيخواج وخرين ولهذا مهمة الفيديو اللي يجزكم بخير تعاونوني فيه لانا كنعونكم كنحاول نعاونكم غضى الاثنين ونصد المحل لاجلكم باش منخدمش وننطلب لكم الفيديو ونوري لكم ولهذا كنت طلب منكم حتى انتوا ما تعاونوني وطلعوا هاد القناة اللي هي كي ما قلت لكم ديالي ودى الكم ودى الكم ضغفرة غضى ان شاء الله كي ما قلت لكم غدي نطلب لكم فيديو ولكن دبع تشوفو هاد الفيديو اللي هو كي ما قلت لكم كيفاش كنت دخلو من الساتة حتى توصل ميناء يلا تبعو الفيديو وهو مهم بزرخ اشتركوا في القناة 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 سوف نترك الطمويل في مكان الباركينج و عدت لكي نجدها هذا الوقت يجب أن تقرب لتوقف و لم يقع حتى الوقت لأنه وقال لها فوقي أماكم تعرفون فإذا أريد أن تركوا الطمويل و تخرجوا في الباطو على كل أسباب لديكم هنا في ساتة البركينج يمكن أن تركوا الطمويل في البركينج لذلك سوف أعطيكم المدينة الأتمية للجوم وممكن أن تخليوا الطموبي لكم يعني في الأمان غير كنت نصحكم إلا سوف تخليوا الطموبي لكم براء يعني را كان الباركينج سوتيغان وكان الباركينج براء على الجو هكا ما تخليوش فيها الأمتاع عادية لكم راكم عارفيني يعني ما ما تخليوش الحوايج اللي راكم يخلي بشي حوايج الكوف ما شو مشكلة أما باش خليو الأمتاع عادية لكم هكا راكم مهم لواحد يدر أطانسون لذلك عندكم ثلاثة الباركينجات والأول هو قريب الميناء قريب الميناء قريب الميناء جسد أنفذ الميناء يدير 42 أورو للشهر هو قريب الميناء هنهر لكم فضل بلاي فيه جاي يعني را قريب وباركينج أخر هو جاي قريب اللا غار ديال السات ماشي لا غار ديال البطوات لا غار ديال تران كان واحد الباركينج تحت هو تماء على الجو يعني ماشي مسدود تماء عندكم 22 أورو للشهر إلا بتدخلي الطموبيل و إلا بغيتوز يعني تخلي الطموبيل في البلاصة اللي هي سدودة و في باركينج يعني سو تيران هنا كان الباركينج سو تيران هنا سوى تحت الكانال أو في واحد البلاصة أخرى غالي شوية ولكن تخلي الطموبيل راكم عارفين في البلاصة اللي هي مسدودة كيدير 130 أورو للشهر في البلاصة اللي هي مسدودة كليهية كذلك اللي هي مسدودة كبه أنت نتعلم إلا بغيتو زيال لك. لن يبدو أن يكون هناك أكثر من عالق لك من المسكين يتحقون على المسكين لكي أن تجعون في البلاصة اللي هي مسدودة في البلاصة اللي هي مسدودة لكي لا أخذني السراء ونرى السمتدر لكي أرى أفضل بطاعة ممتازة كما يجب أن أشترك يتم إليه و أفتاح ، أشتركوا في هذا المسارين جميعاً بالنسبة لكما يتبعوا مفرساتهم يجب أن يكون هناك أشخاص من أنهم لا تستخدم من المعادي إذا كنت تريدون أن يساولون أن تستخدمون كثيراً لكما يجبون مجرد على الغابة سنواطة ليسى عارضوا في الغابة كما ترجمون بيجاني سنبت سيطلقون سيطلق سيطلق السن في الأغرفة على الرغوية ك şeyi بالترميز من معجلاح اخير المنزل التي تبحث عن جّاع الى عام النا ligne الكي الشيط يتعلمون الزد في مكتبون ويسأخل السيطل ويسأخل بالترميز من خاصة وي стали إلهية وي تتحدث عن الرغوية ويقومون بيدين اخذت ورقيبين في كيف يتعلمون لديك المرغوية مثل ما انها اخرجأنا في هذه الفيديو ي ابتد وهي المنزل غري au parking qui est un parking en fait de pré embarquement au bateau vous vous laissez vous votre voiture prenez avec vous documents comme par exemple le passeport ainsi que la carte grise et tous vos identités et votre billet vous montez en haut pour valider votre billet et après vous pouvez redescendre et si jamais il vous reste du temps afin d'embarquer dans le bateau vous pouvez faire un tour dans les alentours du port soit boire un café ou aller déjeuner ou bien aller acheter des affaires s'il vous faut quelque chose donc après je vous ai dans cette vidéo laisser un numéro de téléphone de un parking d'une société de la fête de parking ici à cette parce que des gens des fois il se peut qu'il ya des gens qui veulent laisser leur voiture et rentrer et prendre juste le bateau en tant que piéton donc voilà sachez qu'il y a plusieurs zones ici à 7 vous avez la zone verte qui est à 42 euros par mois ou bien le parking souterrain ici à 7 qui est à 130 euros par mois ou bien vous avez un parking près de la gare routière la gare ferroviaire de 7 à 22 euros par mois je vous laisse ici dans cette vidéo le numéro de téléphone de la société qu'il faut contacter au cas ou si vous voulez laisser votre voiture dans un parking et vous pourrez vous informer plus et savoir où ils sont exactement installés ces parkings donc voilà j'espère que cette vidéo vous trouvera un excellent fronté et j'espère que la vidéo t'lique à vous et à la prochaine et à la prochaine